فقد اقترب يوم عرفة هذا اليوم يوم عظيم جدا يوم أتم الله سبحانه وتعالى فيه الدين قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الصحابة ربو الله عنهم إنا لنعلم هذا اليوم نزلت هذه الآية في يوم عرفة على جبل عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بل إن عرفة الموضع ما سمي عرفة إلا لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم كما صح بذلك الأثر وأنزله إلى الأرض أخرجنا جميعا من ظهر آدم أخرج جميع ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر وأشهدنا على أنفسنا وقال سبحانه ألست بربكم جميعنا قلنا بلى شهد قال سبحانه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَنَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْهَذَا غَافِلِينَ لو حسبنا الله سبحانه وتعالى على هذا الميثاق الذري فقط لا هلكنا جميعا وما كان ظالما لنا ومع ذلك أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا كلنا شهدنا فلما شهدنا فقيل هذا ميثاق الله أعرفتموه فقلنا عرفنا فسميت عرفة بذلك لأن العباد قد عرفوا ميثاق الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع وإن من عظمة هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن صابه ذنوب عامين قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها طب الذنوب الصغار والكبار نعم إن اقترن ذلك بالندم والتوبة والإقلاع يعني أنت صومها اليوم مع ندمك على ذنبك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة وعزمك على الإقلاع عن الذنوب يغفر الله لك بإذن الله كبار ذنوبك وصغارها لماذا؟ صومها اليوم صوم عدة ساعات ورب العالمين سيغفر لك بل صح في الحديث أنه ما من يوم يغفر الله فيه مثل يوم عرفة وإن الله سبحانه وتعالى لا يدنوا من عباده ويقول ماذا يريد حوله؟ مغفرة؟ يعطيهم ماذا عندك من سؤل؟ ادخره ليوم عرفة يعطيك الله إياها مهما كان عندك من الأدعية اجعلها في يوم عرفة عندك دعاء دعاءين ثلاثة أربعة عشرة ادعو تأمل في حال موسى عليه السلام لما دع الله سبحانه وتعالى قال وحل العقدة من لسانه يفقه قوله واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأسرك في أمريكا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من مصر قال قد وتيت سؤلك فلا تدري قد يقال قد وتيت سؤلك وما ذلك على الله بعزيز فعنده ملكوت السماوات والأرض هو ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة أفضل الدعاء وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مش تيجي تقوله يوم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة بيوم حرفين نقول لك أفضل الدعاء إن استطعت أن تأخذ إجازة في هذا اليوم فلتفعل إن استطعت أن تتفرق وتغلق جوالك في هذا اليوم فلتفعل كم تستطيع أن تقول ألف ألفين تلتلاف عاشر تلاف قل قلها على قدر ذنوبك فيغفر الله قلها على قدر حاجتك فيحققها الله قلها على قدر آلنك فيزيله الله قلها على قدر رغبتك بالجنة فيدخلك الله إياها قلها وانشغل بها فقد جاء في العثر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين أنت تنشغل بذكر الله وإذا انشغلت بذكر الله وتمجيد الله وتوقير الله وحمد الله فلا تسل عن العطايا ولا تسل عن الإكرام فأنت بباب الكريم في يوم كريم والله يغفر ويعطي وربك الأكرم إياك أن تضيع هذا اليوم ممكن تأثر بهالعشر أمتى أيام ما صمت وفيه البعض بعض ومصم بالمرة أثرنا بقطمة القرآن قصرنا كلنا مقصرنا بس بهاليوم احذر أن تضيع مصيبة هذا هو موسمك إذا لم تتعبد في الموسم فما تتعبد اللهم يا رب العلام يا رحمة الرحمن اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقل الصلاة